أهلاً وسهلاً بكم أعزائي طلابي طلاب الصف السابع في الوحدة الأولى من مادة اكتساب اللغة العربية وهي بعنوان حدود الشمس حيث سندرس فيها فن من الفنون الأدبية وهو فن المقال سأقوم الآن بتوضيح بعض الأمور التي سنتناولها في هذه الوحدة إذن أهداف درسنا اليوم هو وصف محتوى الوحدة شرح أهداف التقييم والمفاهيم الرئيسة بالوحدة والمفاهيم ذات الصلة الحديث عن مشروع الوحدة وكيفية ربطه بالواقع ورؤية ورسالة مدرسة سنقوم في هذه الوحدة بتناول كما قلت سابقاً فن من الفنون الأدبية وهو فن المقال بداية سندرس تعريف المقال أنواعه وخصائصه أيضاً ثم سنقوم بتحليل بعض المقالات بعناوين مختلفة كمقال التدخين ومقال المراهقة سيكون مطبوع بكتاب خاص وكما هو بين أيديك وعليه أسئلة متعلقة به وهناك أيضاً مقالات أخرى خارجية كما سنتناول في هذه الوحدة مجموعة من القضايا اللغوية كالتمييز بين المعرفة والنكرة ومن أنواع المعرفة الضمير كما سنتناول أيضاً بعض القضايا الكتابية ككتابة الهمزة المتوسطة وكسر همزة إنه لتطبق هذه القضايا في كتاباتك التعبيرية وأفحاتك ومشاريعك التي ستقدمها المفهوم أو المفاهيم الرئيسية والمفهوم ذات الصلاة والسياق العالمي المفهوم الرئيسي الذي تندرج تحته وحدتنا وحدة حدود الشمس هو الروابط حيث سنركز على هذا المفهوم وأفصد بالروابط هو الروابط العائلية، الروابط الاجتماعية، الروابط السياسية وما إلى ذلك من روابط في مجتمعنا وهناك مفهوم ذات صلة وهو الغرض، الزمان والمكان وهذا المفهوم يندرج تقريباً من المفهوم الرئيسي وهو الروابط السياق العالمي وهو المرتبط بوحدتنا والمرتبط بالواقع أو العالم الذي نعيشه هو الابتكار العلمي والتقني وهو التقدم إذن سنركز في وحدتنا على هذه المفاهيم الثلاثة التي تراها أم وعبارة البحث والاستقصاء أخذت هذه العبارة من المفاهيم التي ذكرتها سابقاً الابتكار، التقدم العلمي والتقني، والغرض، الزمان والمكان لاحظ كما ترى أمامك يرتبط التقدم العلمي والتقني بأغراض تتطور عبر الزمان والمكان إذن سيقوم بحثنا في هذه الوحدة على أساس هذه الجملة أكرر يرتبط التقدم العلمي والتقني بأغراض تتطور عبر الزمان والمكان كما تعلم فإنه سيكون هناك في كل وحدة تقييم تقييمنا سيكون على أساس أو أسس مختلفة منها التحليل كتحليلك للنصوص الأدبية التي سنقوم بدراستها تحليلاً صحيحاً التنظيم أيضاً وهو يشمل جميع أعمالك في هذه الوحدة إنتاج النص كالكتابات التي ستقدمها وإنتاج نصوص أدبية مطلوبة واستخدام اللغة بما فيها استخدام مفردات استخداماً صحيحاً وكتابتها وتوظيفها أيضاً بطريقة صحيحة معبرة ومهارات التعلم التي تندرج عليها هذه الوحدة كما ترى هي مهارة إدارة الذات بين قوسين كما قلت سابقاً التنظيم وإدارة الوقت والمهام بفعالية وهذه تهمنا جداً عزيز الطالب عليك أن تكون منظماً في تسليم مهماتك وأدائك المطلوب وأن تخطط فروضك وواجباتك وتسلمها في الموعد المحدد وهذا سأقوم بالتركيز عليه بشكل كبير جداً ومهارة التواصل أيضاً مهارة التواصل واستخدام اللغة حيث ستقوم من خلالها بتفادل الأفكار والرسائل بفعالية والتفاعل داخل الغرفة الصفية ومعز ملائك أيضاً واستخدام الصيغ الملائمة للكتابة لأغراض وجماهير مختلفة الفكرة التي سأقوم أيضاً أو المهارة التي سنقوم أيضاً بالتركيز عليها هي المهارة التعاونية أو المهارات الاجتماعية حيث سنقوم بالعمل جماعياً لتتعلم وتستفيد من خبرات غيرك وتتخذ القرارات المنصفة والعادلة تقدم آراءك ومقترحاتك المفيدة وتتلقى أيضاً من غيرك آراء واقتراحات مفيدة ثم نتوصل إلى الإجماع في الرأي لا بد أن نقوم بربط موضوع وحدتنا بمواد أخرى اخترت لكم أن نقوم بالتكامل مع مادة التربية الإسلامية وحدتنا ستحدث عن الحياة الصحية فسندرس رأي الجانب الديني في المحافظة على الحياة الصحية والابتعاد عن كل ما يهلكها ستقوم أيضاً بربطها بالتربية الفنية من خلال رسم أشكال ومجسمات ورسومات تعبر عن رفضك للظاهرة كظاهرة التدخين أيضاً والرياضيات أيضاً من خلال القيام بدراسة وتقديم إحصائيات للمدخنين من حولنا أما بالنسبة لمشروع الوحدة أتمنى أن يكون موضوعه جاذباً بالنسبة لكم سيكون عبارة عن عمل منشورات ولوحات توعوية ضد عادة التدخين وتقديم عرض شبهي بالارتكاز عليها مع الربط بعبارة البحث التي قرأتها سابقاً والربط بالواقع من خلال التوصل إلى نتيجة وهي الابتعاد عن كل ما يؤذي صحتنا للوصول لصحة مثالية وأن تقدم خبرتك وما توصلت له للآخرين عن طريق التوجيه والإرشاد للفئات التي تصغرك سناً وقد تكون للمقربين ممن يكبرك سناً وتخاف على صحتهم أما كيف نربط هذه الوضعات مع رؤية ورسالة المدرسة سيكون لديك عزيزي الطالب قيماً عالمية تتمثلها كتمثل مرتكزات الحياة الصحية والابتعاد عن كل ما يؤذيها وتمتلك سمة المسؤولية من خلال حرصك على صحبك كما ترى عزيزي الطالب فإنك ستقوم بالرجوع إلى مصادر مختلفة سأضح لكم بصفحة فرعية في المنصة المعتمدة للمدرسة كموضوع دوتكم من خلال الأبحاث والتقارير التي سأطلبها واليوتيوب وبعض المواقع التفاعلية مثل كهوت وفي النهاية هناك ما يسمى بتأمل الوحدة وهو عبارة عن مجموعة من الأسئلة ستقوم بالإجابة عنها بعد الانتهاء من دراسة هذه الوحدة مثل الإجابة عن ما هي الصعوبات التي واجهتك أثناء استكمال مهام التقييم النهائي أي المهارات بحاجة للمزيد من الممارسة وما هي نتائج التعلم في هذه الوحدة وما الذي كان متيرا للدهشة فيما درسته وما الذي سنفعله بشكل مختلف للمرة القادمة عملا موفقا وممتعا أتمناه لكم أشكر استماعكم أراكم في دروس قادمة ودمتم بخير